اكتر من 30 عائلة بقرية الخوالد اتبع المركز ساحل سنين بمحافظة السيوت بيطالبوا بانشاء كبري او معدية امام منازلهم حفاظا على ارواح ابنائهم اقرب معدية لهم على بعد 2 كيلو في هذه المنطقة اهالي قرية صديق المنشاوي بدار السلام بسهاج يتظلمون من تقييم تعويضات منازلهم من الهيئة العامة للمشروعات حيث ان المنزل الواحد تم تقييمه بمبلغ 160 الف جنيه على خلاف ثمنه الحقيقي يشكو اهالي قرية دير الباشا مركز ملوي محافظة المينيا من عدم وجود خرائط الحيز العمراني لقرية دير البرشا رغم تأكيد المحافظة ان الخرائط موجودة في المحافظة وان المحافظ وقع عليها وارسلها للمجلس القروي رد المجلس القروي قال ان الخرائط غير واضحة وهناك شكاوية عديدة من الفساد الاداري من بعض الموظفين اللي بيطلبوا اشياء غير مشروعة مقابل تسليم الاهالي هذه الخريطة ده كلام بيتقال على السلام الاهالي لا يستطيع احد ان يجزم بصحته لكننا محتاجين بالفعل الى رد الحقيقي اهالي شمال محافظة قنابي طالبوا بحلول سريعة لثلاث مستشفيات هي مستشفى ناجح حمادي ودشتنا وبطشت اللي بدأت بهم اعمال الاحلال والتجديد والتشطيبات من عدة سنوات وحتى الان محلك سر هذه المستشفيات كانت تخدم اكثر من مليون مواطن اهالي قنة بيطالبوا بنظام التأمين الصحي الشامل لهم وكذا اتخاذ قرار بشأن مستشفى الرمد بقنة اللي اغلق تماما وتوفير الادوية داخل صيدليات مستشفى قنة وزيادة عدد الاسر يعني العناية المركزة وزيادة عدد الحضانات وتشغيل الوحدات الصحية بعد الظهر وبيطالبوا بزيادة عدد الاطباء بها كلام ده كله بيقولوا اهالي قنة عشان عارفين السيد الوزير هيزورهم خلال اليومين القادمين 3800 عامل بالشرقية للدخان والعاملين باحدى مشروعات الشركة لم يحصلوا على ارباح سنوية من هذا المشروع وفق لللوائح المنظمة داخل الشركة بيطالبوا مجلس الادارة بصرف مستحقاته المالية عن هذا المشروع بيشكوا سكان شارع احمد مرسي بدار احمد مرسي بد العطارين بمحافظة الاسكندرية من انهيار العقار رقم 13 بالشارع ولم يتم رفع مخلفات هذا العقار حتى الان كما هو موضح بالصور مما شكل خطورة على سكان الشارع والمرة احنا بنرفع هذه الشكوى الى السيد اللواء محافظة الاسكندرية السيد اللواء محمد شريف واحنا على ثقة انه احنا بنخلص البردامج حيتحرك الى هذه المنطقة كعادته اسرة الطفل يحيى شعبان جمع المقيم بعزبة الخزان بمدينة اسنى جنوب محافظة الاخصر ناشد دكتور خالد عبد غفار وزير الصحة بسرعة التدخل لعلاجه وانقاذ حياته حيث يعاني الطفل من مرض ضمور العضلات وايضا الطفل عمر محمود زهران من الغربية بيعاني ايضا من ضمور في العضلات من حوالي فترة كبيرة ويحتاج للعلاج العاجل كما يعاني الطفل احمد حسين عبدالعليم من مركز اهناسيا بني السويف من نفس مرض ضمور العضلات ويحتاج حقنة باهزة الثمن احنا بنرفع كل الكلام ده الى السيد وزير الصحة نداء انساني من اسر الطفلة معاقة تعاني من بطر باليدين والقدمين تم تركيب طرف صناعي اليدين وتحتاج الى كرسي متحرك كهربائي ولدينا بيانات اسرتي احنا بنرفع الطلب ده للسيدة دكتورة وزيرة التضامن ندينا كمان شكوى من مواطن السيد علي في اتنين من اولاده توفوا والتالت الحقيقة في المستشفى حاليا اولاده اللي توفوا مروان حداشر سنة جاله التباول لا ارادي وغيبوبة وايضا محمد علي خمس سنوات توفي برضو بعده بثمانة يام وباقي محمد وده بيعاني من ذات المرض الغامض الرجل طبعا بيتوجه بالنداء الى السيد وزير الصحة عاوز يشوف انقاذ ابنه ده بعد ما اتنين ماتوا منه خلال ايام قليلة مع بعض فنحتاج بالفعل الى رد وقرار عاجل من السيد الدكتور خالد عبدالغفر المرة فاتكلمنا على جمعية احمد عرابي وطرحنا اول وجهة نظر جت لنا وجهة نظر تانية من جمعية احمد عرابي التعاونية الزراعية ردا على الشكوى التي ادعناها في الحلقة الماضية جاء الرد من دكتور ياسر الشازلي المحامي وكيلا عن عدد من اعضاء الجمعية اولا نفى قطع المياه والكهرباء ووقف مرتبات العاملين يليد تجبوننا المستلالات والنبي واكد ان الرد من المجلس المنتهي ولياته كما يقول اوقف اعماله رئيس قطاع استصلاح الاراضي واوقف تنفيذ قراره بالدعوة لعموميتين غير عادية وعادية جميع الجمعيات اللي عقدها طوال السلوات الماضية محل تحقيق قضائي جنائي ومدني كما يقول وتم ارفاق ما يزيد ما يفيد ذلك نمرة اتنين امر وزير الزراعة بتشكيل مجلس مؤقت لادارة الجمعية مع تعليمات مكتوبة موجهة لرئيس الاتحاد التعاون الزراعي الا يضم من بين اعضاءه ايا من اعضاء المجلس السابق او ايا من الاطراف المتنازعة التي تعد خصوما في الدعاوة المرسلة اليكم لاطلاعكم تلاتة تحت ضغط بيانكم المتلفز الذي قال قبل كده وردت اليكم قام رئيس الاتحاد في 12 نوفمبر باصدار قرار تعيين مجلس مؤقت بارادته المنفردة وهو قرار يتخذ مجلس ادارة الاتحاد وليس رئيسه وضم ما يسمى ما قاله يعني اعوان المجلس السابق وهم خصوم في كل الدعاوة الجنائية والمدنية والمخالفة بتعليمات الوزير الملزمة قانونا وقالنا احنا بنطالب بلجنة استماع لقضية جمعية عرابي بمجلس النواب وفق الليد السور باعتبارها قضية عامة احنا الحقيقة قلنا وجهة النظر الاولانية ودي وجهة النظر التاني احنا بنقفل هذا الملف ونترك للجهات المعنية القرار في هذا الامر وقات لنا الحقيقة فيه شكاوي تاني الحقيقة جاية انا مش عاففة يعني اتمنى ان زمرائنا يشوفونا هذه الشكاوي في جمعية ابناء سهاج بتحتفل بعد غد بانطلاق احتفالاتها بمرور مئة عام على تأسيس هذه الجمعية بالقاهرة وبحضور عدد من كبار المسؤولين والنواب ونحو تلتمية تلتمية وخمسين شخصية عامة ومسؤولة من ابناء سهاج احنا بنهني جمعية ابناء سهاج ويا بالفعل من اقدم جمعيات الصعيد هنا في القاهرة وبنهني زمينا اخونا السيد الناب خالد عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة وكل ابناء سهاج وعضاء مجلس الادارة